وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين ونشهد أن المغوثة رحمة للعالمين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما فاحت الأزهار وما تعاقب الليل والنهار وما هطلت الأمطار مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من برنامج السعادة الزوجية أسأل الله عز وجل أن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة من أجمل ما يعيش المرء أن يعيش حياة زوجية سعيدة وليس معنى حياة زوجية سعيدة أنه مجرد أن يتزوج لا الزواج سنة سنة فطرية سنة كونية الزواج لا بد له من أمور الزواج لا بد أن يعلم الإنسان كيف يتزوج وما حق الزوجة والزوجة تعرف حق الزوج كيف يستطيع الزوج أن يعيش حياة كريمة والزوجة تعيش حياة كريمة كيف يسعد أحدهم الآخر الزوج يسعد زوجته والزوجة تسعد زوجها حتى تتم السعادة الحقيقية أي إنسان سعيد في بيته سعيد في كل شيء بعد كده تعيز في بيته لا يمكن يسعد أبداً ودائماً بنقول الحكمة بتاعت زمان يا خارج من بيتك حزين هتفرح فين إذا كنت أنت خارج من بيتك حزين كيف تفرح لا يمكن أبداً أن تفرح عشان كده هنبدأ في موضوع مهم جداً أسباب انهيار الأسرة إيه سبب انهيار الأسرة الأسرة ممكن تنهار؟ ده مش ممكن ده في أسر كثيرة جداً منهارة في ناس متزوجين ومش متزوجين في أبناء أيتام وأبوهم عايش الأمور عجيبة الأمور غريبة بنشوف حاجات يعني ممكن ما نكونش شفناها قبل كده ولا سمعنا عنها قبل كده ولا يمكن كانت تحصل قبل كده الناس تغيرت أيوة الناس تغيرت أصبح في أعداء من كل اتجاه التلفزيون الشاشة الأفلام اللي موجودة على شاشات التلفزيون والمسلسلات والحاجات دي سبب كبير جداً لكن في أسباب في أسباب كثيرة جداً لكن هنبدأ بأول سبب من أسباب انهيار الأسرة لأنه هو الأهم وهو الأعم وهو السبب الرئيسي في انهيار الأسر ألا وهو البعد عن الله عز وجل البعد عن الله يجعل الزوج يظلم زوجته البعد عن الله يجعل الزوجة تظلم زوجها البعد عن الله يجعل الزوج يقصر في حقوق زوجته والبعد عن الله يجعل الزوجة أيضاً كذلك تقصر في حق زوجها بل في حق الأبناء في كل الحقوق البعد عن الله هو يجعل الإنسان تعيساً في الدنيا والآخرة قال الله تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى عشان كده بنقول البعد عن الله سبب كل مصيبة وسبب كل رزيلة البعد عن الله يجعل الإنسان تعيساً في الدنيا والآخرة البعد عن الله يجعل الإنسان في تخبط دائم ولذلك ربنا ضرب مثل في القرآن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هو تعامل بالربا وعاش بالربا فأصبح غير متزن أصبح بعيداً عن الله عز وجل فهو مضطرب بعيد كل البعد عن الواحد الأحد سبحانه وتعالى ولذلك من أسباب السعادة الحقيقية معرفة الله عز وجل أن تعرف الله الزوج يعرف الله والزوجة تعرف الله طيب أنت تعرف الله وتعبد الله وتطيع الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك هل ممكن أن تظلم زوجتك؟ أكيد حيبقى فيه مئة حاجز لا لا بلاش أظلمها عشان حرام بلاش أظلمها عشان ده ما يرضيش ربنا بلاش أظلمها عشان ربنا ما يغضبش علي بلاش أظلمها عشان ربنا يرضى عني مش كده برضو خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي مش ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم الزوجة إن عرفت الله عز وجل عرفت حقوق الزوج وطاعته وكانت كالخادمة له ما بقولش خادمة بقول كالخادمة لأن بعض الناس يقولوا يدى الزوجة ما هي إلا خادمة من قال كده ده هي نفسك التي بين جنبين خلق لكم من أنفسكم وأحسن حتة فيك كمان خلق لكم من أنفسكم وفي قراءة من أنفسكم يعني من أحسن حتة فيك يبقى عمرها المرأة ما بتكونش خادمة ممكن تكون خادمة خادمة بمعنى أنها تخدم نفسها وتخدم زوجها وتخدم أبناءها ليس بمعنى الخدمة المعروف لكن تخدمهم وتبتغي بذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى كذلك الزوج خادم لزوجته إيه يا عم الشير الزوج خادم نعم ألم يسعى في طلب الرزق حتى يأتي إليهم بالطعام والكساء وغير ذلك إذن هو خادم أيضا لكن القضية بين الزوج والزوجة ما فيش حاجة اسمها خادم ومش خادم لا أنا بأخدم الزوجة والزوجة بتخدمني وبخدم الأولاد والأولاد بيختمون وكلنا مع بعض أسرة متكاملة النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله يخصف نعله ويرقى ثوبه صلى الله عليه وسلم عشان كده بنقول ما فيش حاجة اسمها كده وكده من أسباب انهيار الأسرة البعد عن الله عز وجل إذا كنت أنت لا تطيع الله سبحانه وتعالى لن تكون البركة في أي شيء بيأخذ راتب كبير جدا لكن ما فيش بركة ما بكفيش واحد تاني بيأخذ راتب معقول وبيكفيه بفيض منه كمان عشان فيه بركة طب البركة يقولك البركة من الله سبحانه وتعالى نعم ربنا يبارك لك في رزقك فيجعله مباركاً القليل يشبعك يبعد عنك الأمراض ويبعد عنك الأشياء التي تنفق من أجلها أموال وهذه الأموال أتت بغتة أتت فجأة تجد البركة موجودة في البيت ولذلك ربنا عز وجل يبين أن من أطاع الله عز وجل فإنه في سعادة في الدنيا والآخرة ومن عصى الله سبحانه وتعالى وأعرض عن الله وابتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى لا يهنأ أبداً بل الدمار والخراب والهم والغم والنكد أبو أمامة النبي صلى الله عليه وسلم يجده في المسجد ما الذي أجلسك يرحمك الله أنت أعد لي ذلوقتي في المسجد ده وقت سعي على المعاش ما الذي أجلسك يرحمك الله فيقول يا رسول الله هموم لزمتني وديون أثقلتني هموم وديون يا رسول الله أعمل إيه أروح لمين ألجأ إلى مين غير الله سبحانه وتعالى في بيت الله أنت أيها المسلم إذا ضاقت بك الدنيا فعليك بالواحد الأحد إذا جاءك الهم أو الغم أو النكد أو أي شيء من هذه العوارض فعليك بالواحد الأحد وإذا مردت فهو يشفين إن ابتلاك الله بالمرض اذهب إلى الطبيب لكن تعلم أن الشاف المعافي هو الله وتدعو الله عز وجل بالشفاء تأخذ بالأسباب لكن تعلم أن الذي يشفيك هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى ديون وهموم يا رسول الله ماذا أصنع روح فين ذهب إلى الله في بيت الله سبحانه وتعالى يناجي الله فقال له النبي قال له طبيب البشرية وهو يعطيه الرشدة رشدة أيها المهموم أيها المحزون أيها المكروب عليك بعلاج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما يمحو الله به همك ويقضي دينك أقول لك على شيء ربنا إن شاء الله حيزيل عنك الهم وحيقضي عنك الدين قال بلى يا رسول الله يريد إلحقني يا رسول الله قال أن تقول إذا أصبحت وعمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخر وأعوذ بك من غالبة الدين وقه الرجال قال أبو مامة فوالله الذي لا إله غيره لقد قلتها فأذهب الله همي وقضى عني دين نعم عليك بالله لذ بالإله لذ بالإله ولا تلذ بسواه من لاذ بالملك الجليل كفاه الذي يصاب بالمصيبة أو بهم أو غم يلجأ إلى الناس جميعا ويمسى الله سبحانه وتعالى يا أخي يعطيك هو الذي يمنحك هو الذي يذهب همك هو الذي يقضي دينك هو الذي يسعدك في الدنيا والآخرة إلجأ إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين إلجأ إلى الحي القيوم ناجه بالليل في الثلث الأخير من الليل ناجه ادعوه يا عم الشيخ أنا بدعو كتير لكن مفيش استجابة يبقى راجع نفسك راجع نفسك ادعو من قلبك ادعو بإخلاص طيب ما أنا دعيت بإخلاص برضو ومفيش استجابة طيب يا أخي اشكر الله عز وجل ما هو الدعاء إما أن يستجيب الله لك ودي أقل حاجة وإما أن يرفع الله به بلاء وإما أن يدخره لك تفرح به يوم القيامة يكتبك عنده من الذاكرين قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عايزي أكثر من كده مغفرة وأجر ومش أجر عادي ده أجر عظيم عايزي أكتر من كده عايزي تاني عايزي أحسن من كده أن يعطيك العظيم الأجر العظيم يعطيك العظيم الأجر العظيم طيب اللي قال كده مين ده العظيم هو اللي بقول أجر عظيم اعلم أنه لا حدود له لأنه من عند الله عز وجل عليك أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أسباب من أسباب السعادة القرب من الله ومن أسباب انهيار الأسر البعد عن الله سبحانه وتعالى ما فيش بركة في أي شيء ما فيش بركة بينك ومن زوجتك بمعنى أنه ما فيش مشاعر ما فيش عواطف ما فيش حب ما فيش انسجاب ما فيش ألفة ما فيش المودة والرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة ما فين فين هي المودة والرحمة هنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى لن تجد المودة والرحمة طيب حاول أن تلجأ إلى الله إن لجأت إلى الله أصلح الله لك زوجتك وأصلحنا له زوجتك إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى اقترب من الحي القيوم سبحانه وتعالى ولذلك من أسباب الشقاء البعد عن الله سبحانه وتعالى والإعراض عن الله سبحانه وتعالى اسمع معي عن أمة من الأمم أمة سبأ هذه الأمة التي أنعم الله عليها بنعمة بنعم عظيمة اسمع إلى القرآن الكريم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية أهل سبأ كان لهم في مسكنهم آية من آية الله سبحانه وتعالى دلاء العظيمة لقد كان لسبأ في مسكنهم آية إيه هي يا ربنا قال جنتان عن يمين وشمال الله جنتان نعم كل إنسان له منزل كما قال الأهل التفسير كل واحد له بيت له قصر له منزل له بيت لكن هذا البيت له بابان باب عن يمين وباب عن اليسار باب عن يمين القصر وجنة عن يمين القصر وجنة عن يسار القصر جنتان جنة عن يمين البيت وجنة عن يسار البيت جنتان كل بيت له بابين باب قدامه حديقة والباب التاني قدامه حديقة تانية يا سلام يعني واحد قعد في بيت قدامه جنين ورا جنين وقعد في بيت ايه النعم العظيمة دي ده مش جنينة عادية مش الشجر اللي هو موجود في الشوارع الذي لا سمر فيه ولا برك فيه لا ده جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور اي كل حديقة بها الاشجار وبها الثمار وبها من نعم الله عز وجل كلوا من رزق ربكم واشكروا له قال اهل التفسير كانت المرأة تخرج من بيتها اسمع الى النعم اسمع الى العظمة كانت المرأة تخرج من بيتها قدام بابها على طول قدام بيتها على طول تضع المكتل على رأسها اللي هو المأطف ده تضع المكتل على رأسها تمشي بين الاشجار بس بس تمشي بس يعني ما بتطلعش الناخل ولا بتطلع الشجر ولا بتروح تدور على حد جبلها ما عرفش سمرات من الاشجار والحق لا 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 النعم اعظم من كده نعمة اكثر من كده الامر اجل واعظم من ذلك طب ايه هو تمشي المرأة تخرج من بيتها وتضع المكتل على رأسها وتمشي بين الاشجار دون ان تمد اده فيمتلئ المكتل من نعم الله عز وجل الله اكبر نعم ما بعدها نعم من نعم الدنيا هي تحمل المكتل فقط وتمشي المنجة تنزل والجوافة والعنب الا كل الثمار كل الفواكه تنزل فواكه من كل نوع من كل نوع في المكتل من غير ما تمد ده من غير ما تتعب الاشجار مليانة مليانة من الثمار فيها الثمار كثيرة والثمرة تقلت خلاص المنجاة لما بتكبر قوي تبقى كبيرة كبيرة خلاص بعد كده ما بيقدرش العود يحملها فتسقط هي تمشي والثمار عملة تنزل كلوا من رزق ربكم اي هذه النعم كلها من عند الواحد الاحد هذه النعم بفضل الواحد الاحد هذه النعم من عند الله سبحانه وتعالى من الذي انبت ومن الذي اخرج انه الله افرأيتم ما تحرثون اأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون هذه النعم من عند الواحد الاحد المرأة تضع المكتل فيمتلئ بنعم الله عز وجل كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور البلدة طيبة والرب غفور عايز ايه تاني عايز نعم اكتر من كده ايه البلدة طيبة والرب غفور سبحانه وتعالى نعم ما بعدها نعم الله يبين لنا يبين لنا ان البركة من عنده وان النعم من عنده وان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى فلابد ان نتوكل عليه ونلجأ اليه لماذا نلجأ الى الناس جميعا وننسى الواحد الى 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 ال عظيمة ما بعدها نعم كل إنسان له بيت وله بابان كل باب أمامه حديقة المرأة تمشي فيمتلئ المكتل بالنعم الله عز وجل البلد بلدة طيبة ورب غفور الرب غفور سبحانه وتعالى هذه النعم تحتاج إلى شكر الواحد الأحد فهل نشكر الله سبحانه وتعالى هل نشكر الله هل نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ولذلك ربنا قال فأعرضوا في يد القضية هو ده الأمر الخطير هو ده باب الشقاء والبعد عن الله عز وجل إذا كان الله أنعم عليك لا بد أن تشكره لا بد أن تشكر الواحد الأحد عمر بن الخطاب يقابل رجل ويقول له كيف حالك فيقول الحمد لله ثم ينصرف يقول يا أمير المؤمنين سألتني عن حالي وانصرفت فماذا تريد مني أنت كنت عايز مني إيه فيقول هذه أردت هذه أردت وما أردت يا أمير المؤمنين قال أقول لك كيف حالك فتقول الحمد لله فيكتبها لك الله تفرح بها يوم القيامة عايز أسمع منك الحمد لله عايز أسمع منك الشكر لله عايز تبين فضل الله عليك بشكره بشكر النعم تشكر الله عز وجل على هذه النعم العظيمة والشكر قيد النعم كلما تشكر ربنا ربنا يدي لك لئن شكرتم لأزيدنكم كلما تشكر ربنا ربنا حيدي لك لكن تخنط والعياذ بالله يبقى ما فيش بركة يبقى ما فيش حاجة خير أبدا أبدا لئن شكرتم لأزيدنكم لكن القضية القضية خطيرة القضية عظيمة ماذا حدث فأعرضوا هي دي القضية أعرضوا عن الله أعرضوا عن منهج الله عبدوا الشمس من دون الله تعرفوا على غير الله لم يتوكلوا على الله عز وجل لم يعرفوا الله ولم يتعرفوا على الله سبحانه وتعالى انشغلوا بنعم الله عن الله قضية خطيرة أن تنشغل بنعمة الله عن الله سبحانه وتعالى بعض الناس إذا أعطاه الله عز وجل انشغل بالنعمة عن الله جل في علاه لا لابد أن تشكر الله عز وجل ولا تنشغل عن الله أبدا كن مع الله يكون الله معكم وهو معكم أينما كنتم لا تنشغل عن الله بنعم الله عز وجل بل انشغل عن هذه النعمة بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب بالذكر بالتسبيح بالشكر تشكر الله عز وجل بالحمد يأخذ أول آية في القرآن الكريم بعد البسملة مع أن البسملة في الفاتحة آية على طول بعدها بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في كل صلاتك الحمد لله رب العالمين طب ليبقى كلامه بس ولا كلامه عمل لا من قلبك تشكر الله عز وجل تحمد الله عز وجل لابد أن تشكر الله ولذلك شريح القاضي المعروف سمع رجل يشكو بعض ما أهمه وغمه فنادى عليه وقال يا أخي إياك والشكوى إياك والشكوى ما تعدش تشكي على طول فإنك تشكو لأحد يا رجلي أنت هتشكي لواحد من اتنين إما لصديق فتحزنه وإما لعدو فيشمت بك كفاية شكوى بقول لك كفاية الشكوى ما تعدش تشكي على طول ما تعدش تشكي إياك والشكوى إياك والشكوى فإنك تشكو لأحد يا رجلين إما لصديق فتحزنه حيزعل عشانك حتشكي لواحد صاحبك حيقعد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله هو في الهم ده وأنا ما أخدش بالي ويقعد يحزن عشانك وإما لعدو فيشمت بك أحسن يقول لك أحسن ما هو لو ما كانش كده ما كانش ربنا عمل معا كده ما هو لو ما كان يا أخي مال فين الابتلاء ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ما ده ابتلاء من الله ويبتل المرء على قدر دينه ليه تشمت فيه إما لصديق فتحزنه وإما لعدو فيشمت بك ثم قال له انظر إلى عيني ما تقول فيها ارأت في عيني دي فقال ما شاء الله كالكوكب الدري جميل عينك يا أمام قال والله الذي لا إله غيره ما أبصرت بها طريقا منذ سبعة عشر عاما من سبعة عشر سنة ما شفت بها حاجة خالص أبدا ولا يعلم بذلك أحد إلا الله وأنت هذه الساعة والله ما حد يعرف موضوعي دي إلا الله سبحانه وتعالى وإنت في اللحظة دي في الساعة دي يا أخي أما تذكرت قول أبو يوسف يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إنما أشكو بثي وحزني إلى الله من بنا بلا مصائب من منا بلا كوارث من منا بلا هم من منا بلا غم من منا الحياة بنيت على النكد لقد خلقنا الإنسان في كبد كلها مشقة من قال إن حد عايش مرتاح أوي شايف واحد راكب عربية ما عرفش إيه وعايش فين وعنده إيه وخيرات إيه أنت ما تعرفش ما تعرفش عنده إيه ما تعرفش عنده إيه أبداً كل واحد عنده والله اللي مكفيه كل واحد عنده اللي مكفيه والله يعني ما تنبهرش بهذه الأمور ما فيش حد بلا مصائب ما فيش حد عايش مرفه منعاً في الدنيا أبداً لابد من شوية الملح دول لابد من الهم والغم والنكد لازم إما في الزوجة إما في الإبن إما في العمل إما في السيارة إما في الصديق إما 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 لازم هيكون في حاجة مش ممكن يكون حد خالي من كل الأمور دي أبداً لأن ربنا قال في كبد يبقى في كبد يبقى في كبد أكيد عنده برضو حاجات بلقاء مش ممكن يكون مرتاح أبداً ممكن مرض ربنا يعافيني وعافيكم وعافي المسلمين ممكن أشياء كثيرة لكن الإنسان على أي حال يشكر الله سبحانه وتعالى يشكر الله أنها لم تكن أكبر من ذلك يشكر الله أنها لم تكن في دينه ولذلك قال له شريح إنما أما سمعت قول أبو يوسف يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني إن أصابتك مصيبة فلا تشكني إلى خلقي يا السلام ده كلام ربنا لعزير يا عزير إن أصابتك مصيبة فلا تشكني إلى خلقي يا عزير اعصني بقدر طاقتك على عذابي وسلني من حوائجك على مقدار عملك لي ولا تأمن مكري حتى تدخل جنتي فاهتز عزير يبكي فأوحى الله إليه وقال لا تبكي يا عزير فإن عصيتني بجهلك سبحانه وتعالى قبل كل شيء سبحانه وتعالى الله أولا وأخيرا الله قبل كل شيء وبعد كل شيء الله هو الذي لا إله غيره ولا رب سواه وعشان كده قوم سبأ كانت مصيباتهم فيه فأعرضوا فأعرضوا أي أعرضوا عن الله وأعرضوا عن منهج الله واحد يقول طيب هو الإعراض ده يسبب على الأسرة البعد عن الله بيسبب في مشاكل الأسرة أسكن هو أصل المشاكل البعد عن الله وأنا لو معرفش ربنا أنا لو بعيد عن الله سبحانه وتعالى خلاص لا خير مش فيش أي خير أبدا لا خير فيي ولا خير في غيري مش ممكن أبدا حكون أبدا مصدر خير للزوجة ومش ممكن أنا أكون صاحب خير أبدا وأنا بعيد عن الله عز وجل لكن قريب من الله أعرف الله أعبد الله سبحانه وتعالى أقول من عبادتي لله ومن طاعة لله سبحانه وتعالى أن أكرم هذه الزوجة من طاعة لله ولأن تضع اللقمة في فم زوجتك لك بها صدقة مجرد أن تضع اللقمة في فم زوجتك لك بها صدقة عشان كده بنقول تعرف على الله سبحانه وتعالى في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله كن مع الله سبحانه وتعالى كن مع الحي القيوم جل في علاه لا تبتعد عن طريق الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلات دائما كن مع الله يكن الله معك جاء رجل للاحد الصالحين وقال له ادعو الله لي يا مولانا فقال الله معك قال زدني أنا عايز دعوة حلوة شوية يا مولانا قال الله معك يا مولانا أنا عايز دعوة كبيرة شوية دعوة كده قال يا بني من كان الله معه فمن عليه اللي معه ربنا معه كل الدنيا وما فيها والآخرة اللي معه الله مع كل خير اللي معه الله يعيش سعيدا في الدنيا والآخرة اللي معه الله تهون عليه الدنيا بما فيها كن مع الله يكن الله معك فكن مع الحي القيوم سبحانه وتعالى لذ بالإله ولا تلذ بسواه من لاذ بالملك الجليل كفاه هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولذلك سبب الشقاء الإعراض عن الله والبعد عن الله فأعرضوا أعرضوا عن منهد الله وأعرضوا عن طريق الله وأعرضوا عن كل شيء قريبهم من الله حتى أنهم منهم من عبد الشمس من دون الله عز وجل ومنهم من شغل بالنعم عن الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليهم هذه النعم فأعرضوا فلما أعرضوا عن الله عز وجل قال الله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العريب أرسل الله عليهم سيل سيل من الماء له عرمرم يعني شديد جدا شديد جدا شديد أيوة نعم طب وبعدين شوف أهل التفسير قولوا كلام جميل كلام رأى قول سر حياتهم الماء وسعادتهم الماء وسر شقاءهم الماء سبحان الله النعمة ربما تنقلب إلى نقمة النعمة إن لم تشكر الله عليها تنقلب إلى نقمة يعني سر حياتهم الماء وسعادتهم الماء أنبت الله عز وجل هذه الأشجار وأخرج منها الثمار بسبب الماء وكان سبب شقاءهم الماء أيضا هو نفس الماء سيل له عرمرم الولد نعمة من الله سبحانه وتعالى لكن ممكن أن يكون سبب شقاءك هذا الولد الزوجة نعمة من الله ممكن تكون سبب شقاءك المال نعمة لممكن يكون سبب شقاءك أنت لا تدري ربما تنقلب النعمة إلى نقمة إن جعلت هذه الأشياء في طاعة الله أصبحت نعمة إن شكرت الله قيدت هذه النعمة عليك مش قيدت يعني قلت لا قيدها عليك يعني خلاص أصبحت ملكا لك تتنعم بها بفضل الله سبحانه وتعالى وإن أعرضت عن الله عز وجل أصبحت هذه النعم هي سبب الشقاء وسر الشقاء لك في الدنيا والآخرة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم أي سيل له عرم رمش سيل شديد جداً سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم شنتيهم شوف بعد ما كل واحد له بيت أو قصر أو منزل الدم حديقة وورا حديقة والنعم والسمار والأشجار حتى إن بعض أهل التفسير قال كان يصبح هذا الرجل في الصباح الباكر يرى نعمة الله عز وجل يجد الشمس الزهبية ترسل أشعتها الزهبية على هذه الأشجار التي عليها قليل من الندم فتصدر ألواناً وأشكالاً والبلابل تغني وتغرد وهو أعمل يذكر بقى النعم الجميلة واللي شوف بقى الروائح الجميلة من بعض هذه الأشجار يعني تصدر منها بعض الروائح الطيبة كل حاجة نعمة شوف بقى الأشجار دي بتاخد سانوكسيدي الكربون وتطلع علينا أكسوجين من نعمة الله عز وجل عنده أكسوجين كافي عنده كل حاجة حلوة عنده كل شيء طيب لأن الشكر قيد النعم لإن شكرتم لأزيدنكم نعم ما بعدها نعم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيلة العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل الله أكبر أبدل الله عز وجل هؤلاء وهذه الأمة من الثمار الجميلة الطيبة ونعم الله عز وجل إلى أشجار كلها شوك فها شوك مكان التفاحة شوكة مكان المنجاية شوكة مكان العنب شوك مكان شوك وشيء من سدر قليل السدر اللي هو النبئ إذا السدر اللي هو كله نوايا وعليه حاجة بسيطة كلا من اللحم أو من الثمر يعني وشيء ده مش كتير من سدر قليل أبدلهم الله عز وجل بعد هذه النعم كلها بهذا الشقاء وذلك بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى وشيء من سدر قليل طب لي يا ربي ده كله يعني إيه اللي عملوا عشان ده كله ليه بيحصل ده كله إيه سبب التغير وسبب التحول اسمع إلى القرآن الكريم ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور أعرضوا عن الله عز وجل أعرضوا عن الله فأبدلهم الله من السعادة إلى الشقاء وأبدلهم الله عز وجل من الخير إلى ما هم فيه أبدلهم الله عز وجل بعد هذه النعم من هذا الكذر هكذا يكون هذا كذا تكون الدنيا وما فيها من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أنت السبب أنت الذي تغيرت أنت الذي تحولت أنت الذي جعلت نفسك هكذا أنت الذي لم ترعوي أنت الذي لم تذكر الله أنت الذي لم تتعرف على الله أنت الذي بعدت عن الله سبحانه وتعالى أنت الذي بدلت وغيرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم من اللي صرفك من اللي أبعدك من اللي خلك بعيد عن الله سبحانه وتعالى ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك ألا يستحق الله عز وجل ألا يستحق الله عز وجل منك أن تتضرع إليه وتدعوه بالليل والنهار ألا يستحق الله عز وجل أن تحمده وتشكره بالليل والنهار على هذه النعم التي أنعوى بها عليك في كل لحظة وفي كل سكنة في كل حين ينعم الله عز وجل عليه ويعطيك الخيرات الله خيره إليك نازل وأن تشرك صاعج لماذا لم تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتتقرب إلى الله تقرب إلى الله يصلح الله لك زوجتك تقرب إلى الله يصلح الله لك أولادك تقرب إلى الله يصلح الله نفسك التي بين جنبيك فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها عشان كده بنقول ياريت نعود إلى الله عز وجل لأن الشقاء كله بسبب البعد عن الله عز وجل الشقاء سبب من أسباب أنهيار الأسر وذلك بالبعد عن الله عز وجل فإن عرفت الله سبحانه وتعالى عشت عيشة هنية كريمة بفضل الله سبحانه وتعالى أما إن تركت طريق الله عز وجل تملكك الشيطان وعشت حياة كلها ضنكة والعياذ بالله أسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بالسعادة في الدنيا والآخرة اللهم اعفو عنا وغفر لنا وارحمنا وتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين أزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع طلوع الفجر تبدأ في حياتي ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة